عودة إلى الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة المنعقد اليوم الخميس بعمان والذي أكد على دور لجنة القدس عبر وكالة بيتمال القدس الشريف برئاسة الملك محمد السادس في دعم القدس والمقدسيين ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وعبر البيان الختامي للاجتماع الذي مثل المغرب فيه وزير الشؤون خارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ناصر بوريطة عبر عن الدعم الكامل لسمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ونيل جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة اشتركوا في القناة